موسيقى مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة جديدة من طبعة المشاهد نقدم تلكم فيها العديد من الأخبار المهمة اللي أطلعتنا عليها صحف اليوم والبداية إلى العنوين في ظل التقليل من استخدام الريال الورقي الضرائب المضافة تنتصر للعملة المعدنية موسيقى وصحيفة اليوم تسلط الضوء على وزارة العدل وتستعرض آراء عدد من المحامين في تنظيم إجراءات المرافعة موسيقى ومن عجائب الصحة تسعة وثمانين ألف طبيب بالمملكة وطبيب لكل ثلاثمائة وثمانية وخمسين مريضا موسيقى 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 هياكم الله وقبل الخوض في طبعا ما أطلعتنا علي الصحف اليوم أرحب بضيوفي معي هنا في الستوديو الأستاذ خالد الخضري الإعلامي حياك الله أستاذ خالد أهلا سهلا بكم وأيضا ينضم إلينا من المدينة المنورة الأستاذ عبدالهادي أصويان الصحفي في صحيفة عكاب أستاذ عبدالهادي يا مساء الخير طيب يبدو على بالما يجهز الاتصال مع الأستاذ عبدالهادي ندخل في أولى الملفات لهذا اليوم وهذا الخبر من صحيفة الوطن حيث أشارت إلى أنه منذ تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالمملكة مطلع العام الحالي لم ينطلي على المستهلكين تقديم البائعين للعلكة قيمة كنصف ريال طبعا باقية للشاري حيث أصبح المستهلك والبائع بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة على قدر كاف من الاهتمام بالعملة المعدنية وكان قرار مؤسسة الناقد بسك العملة المعدنية قرارا مدروسا له أبعاد وأهداف مختلفة طبعا أبدأ معك في أسؤال أستاذ خالد هذا التقرير من الصحيفة الوطن نركز على جانب مهم من أهداف إيجاد العملة المعدنية منها المسألة الحقوقية وأيضا عدة أهداف أخرى أيضا الحالة دعنا نقول الاستهلكية وأيضا التعاملية مع هذه العملة المهمة في كافة أنحاء العالم وكيف نتطور طبعا المواطن في هذا الجانب كيف شفت التقرير من حيث الصياغة والتقديم وأيضا المحتوى الفكرة تفضل بسم الله الرحمن الرحيم طبعا بطبيعة الحال يعني الصحافة السعودية تسلط الضوء على الجوانب التي تعني الناس نعم بصورة كبيرة وتلامس اهتمامات الناس بشكل كبير وهذا هو ديدا الصحافة والعمل الإعلامي عموما الذي يركز على كل القضايا التي ذات العلاقة المباشرة باهتمامات الناس وقضاياهم اليومية طبعا بالنسبة للعملة طبعا بطبيعة الحال نحن بحاجة إلى أن يعني يكون هناك وعي ودرجة عالية من الوعي لدى المواطن بما يتعلق بالعملة خاصة بعد يعني بعد وجود الضريبة المضافة لأنه الآن الوضع تحول يعني فيما يتعلق بيعني كان في السابق لا يوجد اهتمام بالعملة بصورة كبيرة لأنه كانت يمكن تقدر تقول الفكة ما لها ذات أهمية كبيرة فكازم تقول البائع يقوم بإيش بيعطائك بديل عنها اللي هي العلكة وانتشرت الظاهرة هذه طيب كصحفي يأخذ هذا الأمر المتداول بشكل كبير بين الناس وأن يقدمه فيه خبر بشكل توعوي وأيضا آلية التقديم كيف شايف هذا الجانبين الفنيين تفضل؟ جميل لأنه يعني القصة الخبرية هنا بارزة بصورة كبيرة تناول الصحيفة للجانب القصة الخبرية وكيف استطاعت أن تصنع القصة الخبرية التي يعني زي ما تقول أخذت جزءا من مما هو موجود في الأساس في الواقع مما هو موجود من التعاملات الموجودة في السوق وفي المقابل انعكاسات هذه التعاملات على المواطن اليوم وأنه فعلا قادر على أنه يفرق ويعي بأهمية هذه العملة الآن هناك فرق يعني الأستاذ عبدالهادي صويان من المدينة المنورة أستاذ عبدالهادي تسمعني الآن؟ الله يحييك طبعا في الخبر الأول تناولنا ما اختصت به الوطن حول العملة المعدنية وتأثيرات القيمة المضافة على هذه العملة كيف شفت المادة؟ خصوصا أن هذه القيمة المضافة أمر مستحدث وجديد مع بداية يناير من هذا العام وكيف شايف أيضا تناول الصحف لطبعا الجوانب المتعلقة بالقيمة المضافة وهذا الخبر طبعا أحداها اللي هي العملة المعدنية تفضل بالضبط أخي الله موضوع العملة المعدنية طبقت قبل عدة سنوات بعد رفع سعار البشربات الغازية نعم وأصبحت تتداول لكن بشكل غير جيد صار ما في اهتمام في البداية في عملية الأخذ العملة من المحلات لكن بعد توجه الدولة إلى تطبيق الضريب المضافة أصبح المواطن يهتم في استرجاع العملات المعدنية وأصبح الاهتمام بها كبير جدا فأحنا اليوم في أمام تحول وطني في شكل كبير فيما يتعلق بالضريبة المضافة كان ثمارها الزام المحلات التجارية بتوفير العملات المعدنية بجميع فئاتها سواء الربع الريال سواء النصف فهذا يعطينا مؤشر أننا أمام بدأنا مرحلة التحول بشكل كبير نعم طب سيد عبدالهادي سؤالي كان عن معالجة هذا الوضع من خلال تقديمه في خبر الصحفي كيف شفت جهد الصحفي وأيضا المأمول من الصحفيين في الفترة القادمة؟ هذا الموضوع تداولت عدة صحف من وقت سابق وما هو جديد على الصحة الإعلامية تداول كثير في تداولت عدة صحف قبل عدة سنوات أنه استبدال العملة بالعلك يعني أنا أرى أن صحيفة الوطن ما جابت جديد اليوم في هذا الموضوع وما تكلف الصحفي بإيجاد معلومات تزيد على ما ذكرت غير المعلومات المتوفرة تتفق سيد خالد في هذا الجانب معلومات الموجودة معلومات بايتة وموجودة من زمان وطريحت صحيح شوف هو لمس شيء مهم زميل اللي هو قضية أن يكون لدى الصحفي القدرة على صناعة الخبر وإعادة تدوير المادة الصحفية خاصة المادة الصحفية التي سبق نشرها وتناولها لا بد أن يكون هناك إضافة فيما يتعلق بالطرح الصحفي لا يكتفى فقط بالمادة الموجودة وعملية تدويرها هو ذكاء صحفي أن يتم تدوير المادة الصحفية وتدوير المادة الصحفية عمول فن موجود ومتعارف عليه ويدرس لكن المهم جدا أن يكون هناك إضافة والإضافة لو كان استطاع أن يضيف شيئا كان استطاع أن يأخذ عنوان في الصفحة الأولى أجمل من العنوان الموجود الحالي ما مشكلة العنوان معك؟ يعني أن العنوان تقليدي يعتبر سبق أنه طرحوا وتناولوا بطريقة أو ما لاحظ كيف؟ نعم لكن المشكلة التي يعاني منها كثير من الصحفيين هي قضية عدم تجاوب الجهات المعنية في أوقات كثيرة وهذا يصطدم فيها الصحفي وهذا اللي بالناقش إن شاء الله في إحدى الملفات الآن مشاهدين ننتقل إلى ثاني الملفات وخبر من صحيفة اليوم حمل عنوان يا معالي الوزير تناولت فيه تأكيد عدد من المحامين والمختصين ضرورة أن تعمل وزارة العدل على تفعيل الترافع أمام محكمة الاستناف وتنظيم إجراءات المرافعة أمامها بما يضمن قصر المرافعة على الوقائع موضوع الاستناف وطالب وزارة العدل بضرورة إيجاد دوائر قضائية للعنف الأسري في ظل تزايد حالات العنف الأسري التي يشهدها المجتمع أستاذ عبدالهادي هذه المرة أبدأ معك صحيفة اليوم طبعا هي تميزت في هذا الجانب وهذه المادة المتخصصة والتي وجهت إلى أكثر من وزير تحت عنوان يا معالي الوزير تأتي بمختصين يطرحون أبرز المشكلات التي يجب على الوزارة أن تعمل عليها كيف شايف هذه الحالة الصحفية التي ابتكرتها صحيفة اليوم وقدمتها على عدة حلقات فضلا هذه من المواضيع الجيدة التي توصل رسالة المواطن أول الشخص المعني إلى الوزير فأنا أشوف أنها من المواد الصحفية الجيدة لأنها تختصر نقل هموم المعنيين إلى صاحب القرار مباشرة فاتجهت كثير من الصحف إلى فتح مساحات للمهتمين في أمور كثيرة مع صاحب القرار مباشرة فتجد هناك بعض الصحف تفتح مساحة للمواطن يتعامل مباشرة ينقل صوت مباشرة إلى الوزير أو المسؤول مهما كانت ما كانته فهذه قطوة جيدة من صحيفة اليوم وتحسب لها كباقي الصحف التي اتجهت لهذا الجانب طبعا نحن أستاذ خالد قاعدين نشوف على الشاشة هذه الصفحة كيف أخرجت من قام عليه هو الزميل ماجد الميموني كيف شايف التقسيمات من خلال طبعا أراء المختصين صورة معالي الوزير الصورة التعبيرية وهو جالس على الكرسي أيضا استخدام الجرافيكس في هذه المادة خلينا نتكلم عليها من جانب فني وأخراجي كيف تقييم المادة تفضل الله جيد لأنه يعني جميل جدا الاهتمام بالإنفوغرافيك الآن لأنه المادة الآن يعني احنا في زمن تويتر زمن تويتر ذا يعني يجعل من الكلام المكتوب يجب أن يختزل جدا ويلخص جدا ويصبح كلام قصير جدا ما في حشو يعني ولهذا التركيز في 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 المادة الطبخة الصحفية مهم جدا في هذا الجانب طريقة الآن جريت اليوم في عملية توزيع الآراء بهذا الشكل على شكل تويتات شايف كيف وهذا الشيء يخدم بصورة كبيرة وصول المقارئ إلى المحتوى بشكل ممتاز جدا ومركز يعني عندما ينظر بس القارئ إلى المادة يستطيع أن يصل إلى المحتوى مثلا رأي المواطن فلان أو رأي المسؤول فلاني أو إلى آخره بيسر وسهولة وهذا الشكل طبعا هو شكل جديد يعتبر والآن في التحديث الجديد فيما يتعلق بالإخراج الصحفي من المهم جدا اتباع مثل هذا الطبخ وهي طرق ناجحة جدا طبعا بدأتها بصراحة صحيفة الوطن في البداية من بداية الألفية ثم بدأت الخروج على النمط التخليم والاعتماد بصورة كبيرة على الإنفوغرافيك الإنفوغرافيك فن مهم جدا في إيصال الرسالة والمعلومة بشكل مختزل جدا ومركز جدا ثم تبعتها جريدة مكة جريدة مكة عندما صدرت كانت احترافية جدا فيما يتعلق بالصياغ الصحفية وفيما يتعلق بالمهنية العالية تقدم مادة بمهنية عالية جدا جدا مختلفة عن أي صحيفة سعودية ثم اعتمدت بعد ذلك أيضا على الإنفوغرافيك في إيصال المحتوى الذي تريد أن توصله إلى القارئ الكريم أستاذ عبدالهادي على عجالة تتفق بهذا الجانب أنه على الصحف أن تفهم خلينا نقول التوجه العالمي للقارئ وش يحب القوالب اللي يقرأ فيها أخباره خصوصا مع اكتساب مواقع تواصل اجتماعي لقاعدة شعبية كبيرة ويمكن أخذت من قراء الصحف عدد كبير جدا على الصحف أن يواجه هذا خلينا نقول التوهج لمواقع تواصل اجتماعي أنه يفهم احتياجات القارئ الحديثة وبالتالي يخرج مواده بناء على ما يريده القارئ اتفضل بالضبط المواطن يحتاج أن ينقل صوته بكل يسر ويسهولة المواطن يريد أن يصل صوته إلى المسؤول لحل مشكلته فأنا اتفق معك على أن تتجه الصحافة إلى سهالة صياغة الخبر أو الغصة الخبرية نعم والجانب الأخراجي نعم بالضبط كما ذكر ضيفك الكريم عن الفقرافل اتجهت له عدة صحف وأشيري إلى صحيفة مكة هي أكثر من استخدم هذا الفن لتحليل المعلومة لإعطاء أرقام أشياء كثيرة تغني عن سرد قصة في صفحة كاملة أو صفحتين من الصحيفة فأنا اتفق معك على أن عملية الإخراج لها دور كبير في عملية سلاسة القراءة وما شبه ذلك خلونا نروح الثالث الملفات معنا في حلقة اليوم مع الصحيفة عكاظ التي أشارت إلى أن وزارة الصحة تواجه ضغوطا متزايدة جراء عجزها عن استيعاب مئات السعوديين من خريجي الكليات الطبية والصحية فقد علمت عكاظ من مصادر موثوق بها أنه وفقا لآخر إحصاء لوزارة الصحة فإن عدد الأطباء العاملين في مستشفيات المملكة يبلغ تسعة وثمانين ألف وستمائة وخمسة وسبعين طبيبا يمثل السعوديين منهم نسبة ستة وعشرين في المئة فيما يبلغ عدد الأجانب أكثر من خمسة وستين ألف طبيبا أستاذ خالد يعني خلينا نروح إلى عكاظ وهذا الخبر حول وزارة الصحة وعدد الأطباء السعوديين يعني فتحت ملف كبير جدا بس خلينا نتحدث عن العنوان يعني بداية ذكرت في الصفحة الأولى تسعة وثمانين ألف طبيب بالمملكة منهم خمسة وستين ألف وافد أبرزت الأرقام وفي داخل طبعا الخبر بشكل أوسع عجائب الصحة كيف تقرأ عجائب الصحة تفضل بالله أنه يعني مادة صادمة صراحة وخبر صادم جدا أنه يكون ستة وعشرين في المئة تقريبا سعودة في القطاع الصحي نعم خاصة أنه نحن نعرف جميعا أنه أعداد كبيرة من خريجين وخريجات المتخصصين في الميدان الطبي بمختلف أشكال وألوانه سواء كانوا من الخريجين المبتعثين من قبل دولة خارج المملكة وحاصلين على شهادات عليا في هذه الجوانب خلاف الموجودين أو اللي درسوا في داخل المملكة في جامعات المملكة فأنا أعرف شخصيا أنه في عدد كبير من الطباء يواجهوا مشكلة في عملية التوظيف وهذه مشكلة تعتبر يعني إحنا لا نزال نعاني من هذه القضية يعني إحنا نعرف أنه شباب السعوديين والأطباء السعوديين حققوا نجاحات غير عادية فيما يتعلق بهذا الجوانب يعني فلماذا تظل وزارة الصحة تعاني من هذا الاختراق الكبير من هذه يعني أنا أعتبرها فضيحة لوزارة الصحة صراحة يعني استطاعت صحيفة عكاظ أن تطرحها بهذا الشكل يعني خصوصا يعني في مجالات خلينا نتكلم من الطباء لجوانب محترامنا لأي أجنبي داخل مملكة العربية السعودية يعني أكون قيمة مضافة ألا مع السلامة صحيح نحن مش قاعدين نتكلم عن تخصوات نادرة خارجي الأسنان بعضهم يتوظف في عيادات على ثلاثة واربع لاف ريال ومتخرج الطب قاعدين نتحدث في النهاية قاعد يشوف هذه الأرقام خلينا نوجه لك السؤال فيه مأزق حقيقي يعيش المواطن فيما يتعلق بالتطبيق العملي لهذا المواطن كيف يعني هو الآن يكون مثلا توظف في أي قطاع على أساس لقمة العيش طيح بعدما يتخرج فيجي واجه عملية أنه لما يجي تحت التدريب نعم لا بد يشترط أن يكون متفرق لاحظوا المشكلة كيف وأنه يترك عمل أساسي ويجعل يظل تحت التدريب بمكافأة بسيطة خلينا نتكلم عن هذا تعتبر مشكلة يعيشنا نعم جماليات المادة ماذا ينقصها أيضا مع الأستاذ عبدالهادي يصويان أستاذ عبدالهادي يعني مادة متكاملة بس ينقصها رأي وزارة الصحة تعليقك شوف أستاذ عبدالله كثير من الصحفيين في مختلف المسائل الإعلامية نعم يواجهون إشكالية الأصول إلى الشخص المسؤول والمعني بالتصريح أو بالإفادة ربما يكون لا يرد على هاتفه أو أنه مغلق هاتفه أو أنه مماطلة في عملية الرد على هذه الأستاذ مما يستدعي الأمر إلى أن الصحفي لديها المعلومة ينسبها إلى مصدره سواء ذكر اسمه أو لم يذكر اسمه فهذه مشكلة تواجه الإعلاميين في مختلف الوسائل أما أخذوا مسؤول صحي سابق عكاد طبعاً وذكر عن خذفه في جانب الخاص خاصة واتجاه الصحة في هذا الجانب ولكن هل تعتقد لأنه مش هذه المادة بس المتابعة للصحف خصوصاً عكاد في صدام مع وزارة الصحة وغالبية الصحف أيضاً في صدام مع هذه الوزارة ولا قاعدين نشوف للأمانة تصريحات الوزارة أيضاً مع الصحف ليش العلاقة مش شايفة يعني متناغمة ما بين وزارة الصحة تحديداً وأيضاً بقية الصحف الموجودة في المملكة في قطاعات مع الأسف الشديد ووزارات أنا من خلال تجربتي الشخصية في العمل الميداني في الصحافة لفترة طويلة في قطاعات تنصب صحيفة معينة العداء بينها وبينها من يوم منذ أن تقوم الصحيفة بطرح قضايا صحفية تهم المواطنين وتشغل المواطنين وتخترق كثير من المساوي والنقاط الضعفة التي يعيشها هذا القطاع فاللي يحصل أن هذه الوزارة تنصب عداء بينها وبين الصحيفة فتصبح مسؤول الوزارة لا يستجيب لإداءات الصحفة هذا واحد اثنين فيه إشكالية ثانية عند بعض الوزارات البريقراطية في الإجابة يعني مع الأسف المسؤول في الوزارة لما أنا أرسله كصحفي سؤال على أساس يجاوبني عليه اللي يحصل أنه يتحول هذا السؤال للمختص ويأخذله أسبوع أسبوعين أحياناً بينما الصحفي عنده مادة صحفية الحل طيب على عجالة لا مادة صحفية يعني عاجلة يعني الحل حولها هي الصحف مع الوزارات ليس أمر شخصي يعني في النهاية معلومة للمواطن من تعتقد بيد الحل؟ الحل عند الوزارات هذه نشأت تناغ الخلفات أيوة لدى الوزارات هذه أن تعي أهمية ودور الصحافة في إيصال صوت المواطن جيد وأن تساهم بشكل جيد في التجاوب مع المسؤولين وعلى فكرة إذا مع الصحفيين المسؤول إذا تجاوب مع الصحفي في صالحه أكثر ولا يروح يلجأ لجهات أخرى يعني إيش اللي يخلى مثلاً صحيفة عكاة تلجأ المسؤولين يروحون للسوشيال ميديا والمشاهير يعني مثلاً ويتجاهلون الصحة المرصودة غير كذا هو الآن ليش مثلاً أختار طبيب سابق أو مسؤول سابق على أساس أن مسؤول سابق بحكم خبرته في هذا القطاع يستطيع أن يفسر معد عندنا وقت نروح الآخر الملفات الصحفية معنا لحلقة اليوم وخبر من صحيفة المدينة حيث قدم قانونيون وحقوقيون وقضاء سابقون ثلاثة حلول أساسية لمشكلة نقص القضاء بعد إطلاق المحاكم التجارية والعمالية كما طرحوا أربع حلول لتأخر القضايا في المحاكم تشمل تعاضد جميع الجهات المختصة وتحديد جهات رقبية للمتابعة وتحديد المسؤولية وجهات أخرى لمحاسبة المتسبب في التأخير وإنشاء غرفة تحكم لتتبع سير القضايا ومن جانبها طمأنة وزارة العدل الجميع بأنها لا تواجه أي صعوبات قضائية من حيث أعداد القضايا أستاذ عبدالهادي أيضا يمكن هذه مادة مشابهة المادة يا معالي الوزير اللي أطلقتها اليوم ولكن من صحيفة المدينة وأيضا الحديث عن أبرز القضايا العدلية وهي ثلاثة حلول لعلاج نقص القضايا في المحاكم كيف شفت هذه المادة أخراجين والآن معنا طبعا نشوفنا سادة المشاهدين على الشاشة من خلال توزيع يمكن طبعا الآراء وأيضا استخدام الانفجرافك في عدة مواضع رأيك حولها سيد عبدالهادي طيب ما يسمع له سيد عبدالهادي خليني حول السؤال لك السيد خالد هذه المادة أمامك يعني أنا طبعا شهاد في المدينة الروحة لأنها صحيفة للأم ما نبي مجابرة ما نبي مجابرة طيب هي صحيح جيد الوقت داها من المشكلة الآن ما عند عندنا أي ثانية بكل تأكيد شكرا جزيلا لك طبعا الأستاذ خالد الخضوري يعتذر منك على المقاطعة ولكن الوقت جدا داها منه وأيضا كل الشكر لضيفنا من المدينة المنورة الأستاذ عبدالهادي أصويان والشكر الكبير لكم السادة المشاهدين على طيبة المتابعة نلتقيكم غدا وطيلة أيام الأسبوع فمان الله نلتقيكم غدا وطيلة أيام الأسبوع ترجمة نانسي قنقر